مرحبا اصدقائي كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير انا علي عمر ورجعت لكم فيديو جديد اصدقائي قبل ان نبلش بهذا الفيديو خلونا نوصل هذا الفيديو للثلاثين الف لايك بعرف انكم كيفو قده وبنقدر نجيبهم اصدقائي اتمنى من كل اسطورة قاعد يشاهد هذا الفيديو وانزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناة ده ما كان مشترك يفعل جلس تنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن الفريفير واصدقائي طبعا فيديو اليوم رح يكون عن موقع التخفيضات وحابة احكي لكم ورح اصوي لكم مسابقة على موقع التخفيضات مسابقة قوية جدا ان شاء الله رح احكي عنها المسابقة يا اصدقائي ان شاء الله بنهاية الفيديو عشان ما اطول بالمقدمة كتير اوكي يا اصدقائي هاد موقع التخفيضات زي ما انتو شايفين اوكي لحد الان ما جربت حضي قلت اشاركوا هاد الشي ونجرب حضي يعني مع بعض وخلونا هلا نجرب اوكي يا رب يا رب اوكي انا للتمانين بالمية رح يكون رح يكون عن جد بيرفكت ليلي اوكي تمانين او سبعين في المية اوكي لش ما بيوقف اعتقد لازم انا اوقفه طيب لش ما يوقفوهما والله العظيم ما لي نفس انا اوقفه يا اخي حاس انه حاس حالي انه ايدي نحس رح اجيب النحس لحالي رح اجيب العيد اوكي سبعين كويس مانين بالمية اوكي تسعين او ماي قاد والله تسعين بالمية كيف تسعين بالمية والله عطوني تسعين بالمية يا اصدقائي او ماي قاد يعني يعني الشي لبالف رح اشتري انا بتسعين جوهره يعني خلونا نشوف يا اصدقائي خلونا نتأكد اوكي اوكي البطاقات تسع جواهر اتنين جواهر اربع جواهر الستة جواهر تسع جواهر شو لاصعار الخيالية ادي او ماي قاد شوفوا يا اصدقائي شوفوا البكش تبع الاكيد راقون بتسعين جواهر بتقدر تحصل عليه بس بتسع جواهر او مي جوت على الاسعار الخرفية يعني عن جد هذا الشي انه علي عمر لأول مرة في حياته يحصل على تخبيط 90% لأول مرة هيك تصير بالتاريخ اوكي نايس والله الموقع معدلينه يعني هدول الفيرباس والاشياء اللي انا عندي ياه حطيلي عليها مبلوكة بس هاي شخصية رافيال وهيك ليش محطين عليها انه مبلوكة يعني انا كمان عندي اياه يعني اوكي يا اصدقائي بس هدول هم كلهم الاخضرات وفيه سكنها تبع الشب رح نشتريه ان شاء الله يا اصدقائي خلونا نشوف عند البنت اوكي سيتم حفظ مجموعة الجواز الحالية اوكي نعم خدوا عشر جواهر خلونا نشوف شو الاشياء التانية يا اصدقائي الموجودة بالمتجر او مي جوت اوكي البطاقات طبع مكينت الاسلحة بتسعة جواهر شوفوا يا اصدقائي الباكجات طبع هاي غنائم اسلاح مدري شو اربع جواهر خمسة جواهر تسعة جواهر او مي جوت او مي جوت عال شو الاسعار ادي اوكي اصدقائي رحشت للمتجر كله يعني كل شي بالمتجر ان شاء الله رح اجيبه بس في اشياء عندي ياها مثل الباكجات طبع اسكار الزهري عندي اسكار الزهري دائم ان شاء الله بس كل شي ما عندي يا رح اجيبه من المتجر يا اصدقائي خلونا نجيب اول شي البطاقات اوكي خلونا نكبس ماكس نجيب عشرة اه لما بتكبس ماكس بيعطوك خمسين مع بعض بحقنا خمسين نشتري اربعمية وخمسين جوهرة اوكي انا ما بقدر اشتريهم لانه جواهر اللي عندي ما بيكفوا تلتمية وسبعة واربعين جوهرة اوكي يلا اصدقائي نروح نشحن جواهر عالسريع ونرجع نحرك ابو المتجر يا اصدقائي بدنا نجيب كل شي اليوم بالمتجر اوكي اصدقائي طبعا رح اجحن جواهر الحملة خلصت الحملة كانت يوم 8 شهر اليوم 24 شهر فخلونا نشحن الفين جوهرة طبعا مدة الحملة كانت سبعين والحملة ابتدأت يوم 8 شهر واليوم هو 24 شهر فاليوم اخر يوم بالحملة هيك الحملة يعني هاي طبعا انه المقاطعة هاي انه سبعين ما نشحن بتكون خلصت فبعتقد يعني ما في مشكلة انه انا شحنت اليوم بس وين الجواهر ليش ما حسبوا الجواهر طيب طيب اخدتوا الفلوس عطوني جواهر وين الجواهر هيا الجواهر ادم جواهر وين الجواهر يا اوكي خلونا نسكر اللعبية قمان هون مش موجودين خلونا سكرنا اللعبة ورجعنا فتحناها وخلونا نكمن اوكي هي heel joah erleودين واخيرا يعني والله مشكلة تنشحن ياخدوا الفلوس ولا يعطوك ю 가능 والله مشكلة اوكي يا اوكي يا الاصدقائي فخلونا ندخل بقروب علشان ما حدا يبعثنا ويقص علينا وهلا نروح للمتجر يا أصدقائي ونحرق أبو المتجر دعونا نجيب كل شي بهذا المتجر يا أصدقائي أول شي كنت بدي أجيبه ما كان عندي جوائر هو البطاقات تبع مكينة السلاح تبع مكينة تبع الأسلحة رح أجيب 50 بطاقة طبعا هذول إن شاء الله بكرة رح نزل لكم فيديو تفتيح بكجات على سكين تبع سكار يا أصدقائي فأخليكم جاهزين لفيديو بكرة أوكي في عندنا البطاقة في عندنا البكجات سوري البطاقات أومايكاد شوفوا 50 بكج بمئة جوهرة بس 50 بكج بس بمئة جوهرة يا أصدقائي أومايكاد شو الأسعار الخيالية هذي أوكي خلونا نجيب ماكس كل شي ماكس يا أصدقائي كل شي بنا نجيب منه ماكس يعني بالأسعار هذي شوفوا 50 بكج بمئتين جوهرة بس 50 بكج بمئتين جوهرة أومايكاد أوكي سكار الزهري عندي يا دائم يعني ما بحتاج البوكجات به شوفت 50 بطاقة خمسين باتاقّة يا entersي قائِي حصبر 300 جوهره اوكي ناويس يا اصدقائي Freedom helfenك انpage هاد البوكجي أصداقي أوه إن البوكي زابنا يسمعونki umay gilt 139 جوهره بس سكن خرافي جدا يا أصدقائي سكن شفتوا مبارح بالتسريبات أول مبارح بالتسريبات عن جد ومستني أمت ينزل هذا المتجر عشان أجيب هذا السكن أومايكاد أوكي يعني عن جد شعر السكن والقناع تبع وشي أسطوري البكجات هاي خلينا نجيب منها ماكس كمان وشي جيه 50 50 بكج صار عندي بكجات عن جد أوكي شي 200 بكج يمكن صار جايب البكجات هاي تبع الشدق الناري ما بعرف ما رح أجيب لأنه عندي الشدق الناري دائم وبالنسبة لهياته هياته عندي إياه كمان لبسة تبعه والشخصية وكل شي وهاي النقاط طبع الفير باس كمان ما رح أجيبها لأنه عندي 800 مقطة فير باس فما رح أحتاجها يعني أوكي شو بدنا نجيب تاني يا أصدقائي عن جد بدي أجيب كل شي بالمتجر أعتقد أوكي كل شي ضل بالمتجر أنا عندي إياه فخلونا نروح حلا عند البنت يا أصدقائي عند البنت في أشياء تانية إن شاء الله في عنا هاي البطاقات 50 بطاقة ماكس ماكس أوكي 50 بطاقة بس ب 450 جوهر يعني إذا أنت بدك تلف بالجوهر بمكينة السلاح 450 جوهر باللفولك بس 5 سبن ناتي يعني أوكي هاي البكجات يا أصدقائي أوكي البكج الواحد بس ب 2 جوهر يعني 50 بكج بس ب 100 جوهر أوكي 50 بكج يا أصدقائي جبناهم شو بدنا نجيب تاني رح أجيب كل شي شو بدنا نجيب تاني ما رح أسأل حالي راح اجيب كل شي اوكي بس هاي البكجات يا اصدقائي جبنا منها خمسين والله يا الله خمسين تانين مع انو انا عندي يوم كلهم دائمين مع هذا الفي اس اس بس يلا هايك صار عنا ميت بكج يا اصدقائي لاش حدد خطأ في الاتصال بالخادم الجواهر اللي عندي بتكفي ميتين جوهر رابطي بكفوا انا عندي ثلاثمية وشوي اوكي اكتملت عملية الشراء تمام اصدقائي ضل معنا مئة وثمانية وعشرين جوهر زي ما انتم شايفين وفيه اشياء تانية خرافية اصدقائي لازم ن جيبها البكجات طبع سكن الامبي فورتي والاشياء التانية هاي لازم نجيبها والاء اكي دراغون اوكي الاكيه دراغون حطينه مرتين بالمتجر يعني منقدر نجيب 100 بكج منه اوكي يلا كمان 2000 جوهرة يا اصدقائي ورح نرجع الاكيه دراغون انا ما عندي اياه دائم فبنقدر نجيب هلا 100 بكج يا اصدقائي بنقدر نجيب المتجر فبهدول الميت بكج بإذن الله رح يعطونا اياه دائم مية بالمية رح ناختو دائم يا اصدقائي اوكي شوفوا الكلب كيف فرحان بالجواهر نرجع للمتجهر ونجيب البكجات ونجيب كل شي نحن ما جبناه يلا فينا البكجات خلونا نجيب سنجيب سكن البنت خرافية رح نجيبه بس خلينا نجيب البكجات خلونا نجيب البكجات 450 جوهرة بس 50 بكج ب450 جوهرة يعني عن جد أسعار خرافية يلا كمان البطاقات تايماكس صار عندنا 100 بطاقة منهم رح نلفهم بالماكينة بعد شوي كمان يا أصدقائي خلونا نجيب منه 50 بكج بس ب450 جوهرة 450 جوهرة ما بيجيبوا لك 4 بكجات من المتجر العادي يعني بدنا نجيب 50 بكج من هات طبع وشو بدنا نجيب حزمة رفييل والله ما بعرف حزمة رفييل أنا عندي شخصية مع سكنتة بحها كامل يعني ونقاط فيارباز قلنا ما بدنا لأنه عندي 800 نقطة أوكي والباقي كله اشترينا في هذا سكن بس ضل السكن تبع البنت يا أصدقائي 139 جوهرة عن جد صار يعني سكن تبع البنت وتبع الشاب 2 مع بعض سعرهم فقط أقل من 300 جوهرة أوكي يا أصدقائي دعونا نذهب أول شي لعند الشخصيات أوكي نذهب لعند الشخصيات يا أصدقائي ونجيب شخصية بنت وبعدين نلبس سكن البنت نرى أول شي سكن البنت صراحة سكن البنت عجبني أكثر بكتير من سكن الشاب يا أصدقائي سنرى مع بعض بس أي شخصية نجيب كيلي أوكي أو شخصية بالوما كيلي يلا كويسة دعونا يا أصدقائي نروح نفتح الآن الباقة تبع سكنات أوكي عندي الباكجات أدولي أصدقائي دعونا بس أول شي الباكجات أدولي تقريبا بيطلعوا 300 باكيج في عنا 100 من الأكا دراغون و 50 من أوكي بس الباكجات هاي أصدقائي دعونا أول شوي دعونا نروح نشوف السكنات تبع البنت وهذا سكن تبع البنت يا اصدقائي زي ما انتم شايفين والله قاعدة بتجلد بالزومبي اوكي يلا اTodد هو بن سكنة رح نلبسوا على السريع اوكي ياسدقائي ويلا الله سكنة بالبنت انت перв قاعدة92 أبداً إذا أريد أن ألبس هذا السكن سألبسه كامل وهذه أحلى وردة لأحلى أصدقاء أوكي هذه أحلى وردة لأحلى أصدقاء قص علينا قبل شوي ويقام أوكي يا أصدقائي رح نأخذ هلا شخصية شاب ورح نجرب سكن الشاب أوكي يا أصدقائي يلا نروح نفتح الباقة تبع سكن الشاب ونجرب هو كمان هاي هي والله هو كمان بجلد زومبي هذول تفصصهم جالد زومبي أوكي يلا هاي لبسنا هيك على السريع كمان يا أصدقائي خلونا نشوف هلا سكن الشاب أوكي سكن الشاب حسيته عملاق هاي كمان وردة لأحلى أصدقاء وهي يا أصدقائي ما بعرف حاس سكن كبير ما بعرف حاسيت سكن عملاق أوكي بالنسبة للشعر خرافي بالنسبة للقناع هاد التلتيمة اللي جاي عاوجهه كمان خرافية أما بالنسبة للجاكيت أومي جاد والله الجاكيت عم جد كان كتير عملاق كويس اللي راحه أوكي فالبنطلون ما بعرف شو بدي أركب طيب على السكن من فوق بحس يعني البنطلون جاي طويل كتير شوفوا البنطلون لوين مرفوع أوكي فما في شي قاعد يلبق عليه من فوق أوكي طيب مع الحداء الأبيض هيك حلو بتحسوا لابق مع الشعر يعني بس شو بدي ألبس على السكن من فوق يعني ما بعرف الجسم هيك المشكلة تلبش الجسم بتحس البنطلون طويل كتير أوكي ما بعرف البنطلون طبع سكن ما عجبني والجاكيت ما عجبني صراحة بس عجبني الشعر والقناع هاي التلتيما اللي عوجهه عن جد شي أسطوري كتير أكتر شي الشعر يا أصدقائي أوكي فما بعرف شو الشي اللي بيلبق له شو الشي اللي لازم نلبسه معه عشان يطلع سكن أسطوري والله ما بعرف خلونا يا أصدقائي نلبسه كامل هلا بعدين أنا بقعد بيني وبين حالي بفكر شو بدي ألبس معه أوكي يا أصدقائي فخلونا نشوف كمان كم بطاقة صار عندنا تشوفوا يا أصدقائي مية وستة وعشرين بطاقة لمكينة الأسلحة مية وستة وعشرين بطاقة طبعا دول بطاقات ما رح نستعملهم هلا يا أصدقائي بكرا إن شاء الله رح سوي لكم تفتيح باكجات على هذه السكار خليكم مستعدين لبكرا إن شاء الله وهان يا أصدقائي عنا مية بطاقة من تبع المكينة هاي تبع دايمد ريال يا أصدقائي أوكي طبعا إحنا حصلنا على سكن الشاب بس سكن البنت حاولنا أنه نحصل عليه وما قدرنا خلونا نجرب بلكي بنحصل على سكن البنت أو بنحصل على الكيوب ماجيك أوكي يلا نرجع للمكينة ونروحت أنا أروحت عبر فايلي على المكينة يا أصدقائي أوكي ونجرب العشر باكجات نفتح مع بعض بلكي بنحصل على سكن البنت طبعا سكن الشاب زي ما حكيت أخدناه بالفيديو طبعا من يومين تقريبا اللي ما تفرج على الفيديو بقدر يروح يشاهده أوكي بكيش أسود خايس ما رح يطلع فيه شيء أوكي شو الحض الخايس هاد كله صور كله صور اوماي قاد كله صور عن جد ليش هيك حضك يا علي عمر ما بعلم أوكي يلا أصدقائي بكيش أسود لا لا تطلع لي بكيش أسود أوكي بطاقتي حتى أوماي قاد شو هاد أوكي ما رح اسأل شو هاد إنه حض علي عمر يا سادة أوكي فهذا الشي ما بدو اتنين يفكروا فيه هاي كمان عشرة مع بعض يا أصدقائي بكيش أسود يا أخي يقطع أبو البكيشات السود لا تطلعوني بكيشات السود بكيش ذهبي يعطونا الكيوب ماجيك والله عندي الكيوب ماجيك أنا عندي اتنين كيوب ماجيك فما بعرف إذا بنبدلهم بعدين رح نشوف أوكي يلا بكيش ذهبي والله بكيش ذهبي يا أصدقائي والله بكيش ذهبي يقطع أبو شكلك أنت يا خايص يا أخي أنت من هنا تطلع لي يا جولد يا جولد أنت جولد والله أنت جولد تعرف ليش أنت جولد لأنه أنت صاير أشوفك اليومين أكتر من الجولد يا أخي أخذتك مرة بالفيديو طبع تفتيح البكيشات على هاد السكن طلع لي ثلاثة مرات وراء بعض ثلاثة مرات وهلا طلع لي المرة الرابعة شو بدك مني أنت شو بدك يا أخي تركني بحالة يا أخي والله جولد أنت جولد أنت جولد أوكي بكيش أسود أوكي يا أصدقائي ما في ما رح يطلع شي كويس ما رح يطلع شي كويس يا أخي أنت يجيت نحستني طيب يعني إذا كانوا هما بدهم يعطوني بكيش ذهبي في يوكيوب ماجيك أو سكن البنت أنت يجيت وأخذت على المكان بكيش أسود كمان أخذت المكان والله هيك طعب رزقك يا سكن يا خايص أوكي يا أصدقائي يلا ناخد كمان 10 سبنات وخلينا نشوف يلا بكيش ذهبي بكيش ذهبي بليز ما بكيش أسود يا أخي بكيش أسود يقطع أبو البكيشات السود لعب تطلعوا لي أوكي شوفوا والله نايس بس عطوني سكنات حلوة أوكي سكنات هاي مناخد بدالها بطاقات حمر أوكي يلا بكيش ذهبي بكيش ذهبي ما بكيش أسود بكيش أسود علي عمر يطلع له بكيش ذهبي هاي وان صارت يعني حتى اليوم اللي طلع لي فيه بكيش ذهبي طلع لي فيه هاد السكن اللي صرت ما اخده أكتر من القولد باي اللعبة أوكي هان عنا بطاقات أوكي بعتقد الحد خايص بعتقد حالفين يا أصدقائي مليون يمين ان هما هاد السكن تبع البنت يقولوا علي عمر الوحيد اللي ما رح ياخدوا هاد السكن لو بيصرف عليه مال قارون ما رح يجيبوا هاد السكن أوكي خلونا على السريع ناخد بدالهم بطاقات حمر هدول 10 بطاقات كمان 10 بطاقات أوكي 10 بطاقات وكمان 10 بطاقات أوكي هاد كمان هاد السكن 30 بطاقة كويس والله هاد السكن أحسن منك سكن رائي البقر على الأقل بس تفتح وبيعطيك 40 بطاقة حمراء يا أخي والله ما بعرف ليش مع ان هادوليك السكنات يعني مفروض تكون أكتر أوكي هان كمان 20 بطاقة وهان عنا بكجين أوكي 20 كمان 20 بطاقة أوكي اللعبة بتعلق حاسس هان عنا كمان بكجين نفتح واحد أوكي يا أصدقائي هيك ما ضل كلهم ضلوا واحد واحد ما ضل في بكجين عشان نفتحهم ناخد بطاقات أوكي يا أصدقائي كم صار عنا بطاقة حمراء 419 بطاقة حمراء شوفوا الكيوب ماجيك عندي اثنين منها بس ما بعرف رح أبدلها في فيديو تاني إن شاء الله هان زي ما انتوا شايفين يا أصدقائي عندي 100 بكج من الاكي دراجون وانتوا بتعرفوا مع الاكي دراجون قديش صرفت عليه وقديش فتحت بكجات عليهم ما كانوا يعطوني يا دائم أبدا فبهدول الميت بكج يا أصدقائي إن شاء الله رح رح نقدر نحصل على الاكي دراجون دائم بإذن الله يعني رح أسوي لكم فيديو بعدين نفتح هاي البكجات مع بعض في عنا خمسين بكج من الامبي فورتي الأخضر كمان الامبي فورتي الأخضر عنات كتير معه وما عطوني يا دائم وهذا الامبي فورتي تبع هذا اللونه زهري ولا ما بعرف شو كمان يا أصدقائي يعني عنا مية واتنانان متان وثنان وفي عنا خمسين بمية 302 أوكي وسبعين Congar يعني تقريبا عننا أربعمية وخمسين بكج يا أصدقائي هذا البaberج لاخذا ش valley ول και ولله يعني البندا عندي هؤلاء وسكن البندا عندي هؤلاء اللジ diligبت هذا البكج ماذا بدي فيه أوكي وهذا البكج يا أصدقائي بطلعنا فيه سكن تبع لههات أوكي ابني شايفينما يمكن يا أصدقائي أربعمية و twin ثقليا وخمسين بكج عندما فإن شاء الله رح أجمع باكجات أكتر يا أصدقائي رح أخليهم يصيروا ألف باكج بس يصيروا ألف باكج يا أصدقائي رح أصوي لكم عليهم فيديو تفتيح باكجات خرافي إن شاء الله وإن شاء الله رح نحصل على الإيكا دراغون ونحصل على المبيفورتي الأخضر تبع نجوم كمان دائم يا أصدقائي وصحيح أوكي فأول شي بأتمنى هذا الفيديو تكون نالعجابكم بتمنى تكونوا منسيتوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة ده ما كنتم مشتركين تفعلوا جرس تنبيهات عشان يصلكوا بكل فيديو جديد بالنسبة للمسابقة اللي حكيت عليها ببداية الفيديو يا أصدقائي بداية الفيديو حكيتوا لأن أنا رح أحمل مسابقة خرافية وقوية على هذا الموقع طيب طبعا زي ما أنتم شايفين أنا كان عندي تخفيض 90% على هذا الموقع وتقريبا خمس تلاف جوهرة بتقدر تشتري زي كان عندك تخفيض 90% بخمس تلاف جوهرة بتقدر تشتري كل شي بالموقع بالمتجر تخفيضات يعني فيا أصدقائي رح أحملكم مسابقة بس أنتم بتعرفوا أنه على حسابي على الانستجرام كل ما أعمل مسابقة في شخص حسود قاعد بيطير لي المسابقة بيبلغ لي علىها كل ما أعمل مسابقة بيبلغ لي علىها فيا أصدقائي كيف رح نعمل المسابقة هاي كمان رح تكون على حسابي على الانستجرام بس المرة هاي رح تكون فكرة كويسة يعني ما رح يقدروا يطيروا المسابقة كيف رح تكون هاي الفكرة هالحسابي على الانستجرام رح نزلكو ستوري طبعا المسابقة ما رح تكون اليوم أو بكرة أو بعد بكرة يمكن تكون بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام فعا كل حال نحنا معنا وقت الوقت تبع المتجر تبع تخفيضات سبع تيام عنا وقت يعني فإن شاء الله بعد ثلاثة أو أربعة أيام شو رح أساوي رح نزلكو ستوري يعني قصة على الانستجرام فبهذا ستوري رح أعمل روم للكم يعني للمشتركين لأصدقائي ما رح أقول للمشتركين فرح أكتب لكم الـ ID تبع الروم ورح أكتب لكم كلمة السر فأنتوا شو بتسووا طبعا أول ناس رح تشوف الـ story هي اللي رح تاخد الـ ID ورح تاخد كلمة السر ورح تدخل في هذا الروم هذا الروم رح يكون سولو زي ما نسوي بالبت المباشر مثلا اللعب رح يكون على البايا الشخص اللي بيجيب البايا هو اللي رح يكون الفائز ورح أشحله 5000 جوهرة و4000 جوهرة يعني رح أشتري له كل شي بالمجاة كل شي بالمجاة رح أشتري له فأعتقد كلامي واضح يعني طيب شو الشروط الشروط طبع هاي المسابقة تبعني على الانستجرام والشرط الثاني يكون عندك تخفيض 90% يعني إذا كان عندك تخفيض أقل من 90% فأنا آسف ما بتقدر تشارك ليش 90%؟ لأنه 90% للناس اللي ما بتشحن هي فقط اللي بتاخد 90% وأنا صراحة بهاي المسابقة قاصد الناس اللي ما بتشحن حابب إنه أشحن لواحد منهم ما هيك أشتري له كل شي بالمجاة فزي ما حكيت شروط المسابقة تتبعني على الانستجرام رابط حسابي على الانستجرام تحت بصندوق الوصف والشرط الثاني يكون عندك تخفيض 90% وبعد ما تتبعني على الانستجرام خليك مراقب ستوري بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام رح أنزل ستوري وأقول بعد عشر ساعات رح أعمل الروم وخليكوا جاهزين وبعد عشر ساعات بعمل الروم بعطيكوا كلمة السر والآيدي تبع الروم وبتدخلوا عليه فزي ما حكيت شروط حسابي على الانستجرام تحت بصندوق الوصف هناك رح أعطيكوا جميع المعلومات على المسابقة ولهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو أصدقائي كان معكم علي وعمر وأشوفكم إن شاء الله على خير اشتركوا في القناة